موسيقى من قناة الجديد في بيروت مساء الخير من بين دول الربيع المتعثر بفصوله السياسية كانت إيران تنصب اليوم رئيسا يحمل الرقم سبعة منذ الثورة الإسلامية وتقدم صورة نابضة عن تداول السلطة ديمقراطيا ليس عبر التوريث ولا عبر الموت النازع للسلطة أو الإقالة فحسن روحاني ابن البيئة الإيرانية المعارضة تولى السلطة رسميا بحضور ممثلين عن 55 دولة ورؤساء إيران السابقين والدولة التي حولها الخليج إلى فزاعة في المنطقة كانت الأكثر حضارة في التعاليم الديمقراطية تنصيب في إيران ونصب أمريكي في مصر حيث يجري نائب وزير الخارجية الأمريكية ويليام بيرنز محادثات في القاهرة على خطاء الإخوان والسلطة فيما أطلقت الداخلية المصرية تحذيرا آخرا للمعتصمين بالخروج السلمي من رابع العدوية والنهضة عرساليا تلك الجرود المتحركة على مدار الأزمة السورية فقد صح النهار على نبأ غارة بددت أنباؤها قبل أن يتحول الخبر إلى اشتباكات ثم نقل قتل وجرح من منطقة على الحدود السورية إلى داخل لبنان وقد تزامن الحادث واستنفارا في الشراوني بين الجيش وبعض المطلوبين وربطا بالأزمة السورية سجلت ترابلس في الساعات الماضية دخول أحد أبنائها كأول انتحاري يقضي نحبه في حمص وهو المدعو أبو معاذ معتصم الحسن مع شقيقه حسن والشقيقان انضموا إلى صفوف الجهاد في قلعة الحصن الحمصية قبل ثمانية أشهر ابن عائلة الحسن الشمالية لم تعرف هويته الجهادية السياسية لكن عائلته تقبلت التبركات بالشهادة على مواقع التواصل الاجتماعي تيار المستقبل لم يعلق فيما خطاب زعيمه سعد الحريري ما زال صداه بين مريديه لسيما بسؤاله إلى حزب الله ماذا ستفعل لو سقط النظام ولكن ماذا سيفعل سعد الحريري نفسه إذا لم يسقط النظام فهل يطل في رمضان المقبل على جمهوره من شاشة تلفزيونية نائية وحاجبة للرؤية؟ أم الحريري يدرك صعوبة سقوط النظام ويعطي أسبابا تبريرية لاستمراره في حال الاختراب؟ وعليه فهو نازح بسبب سوريا وليس من أجل لبنان الذي أصبح نصف عدد سكانه من النازحين أما حال الشلل التي قاربها الحريري فهي واقع ملموس لكن ماذا فعل الحريري نفسه بهذا الشلل عندما حكم البلد وقبله الرئيس فؤاد السنيورة؟ لقد قاد الوطن إلى شلل مع أمراض عضال فتعطلت لغة مؤسساته وعاصر اللبنانيون ويلات اقتصادية وحكما منفردا انتهت بمساومات على الحقيقة عن بكرة أبيه سعد الحريري اليوم يتجه إلى خيار الحوار لكن من عطل هذا الحوار؟ ولماذا ترك رئيس الجمهورية بصوت مبحوح وهو ينادي بالطلاقي؟ فإذا كانت النيات صادقة فلا مجال لوضع الشروط على الحوار وفي المقابل فإن حزب الله مطالب أيضا بتلقف الدعوة ولنتفاوض على الطاولة وتحتها للإنقاذ وربطا بجديد حزب الله فإنما توصل إليه الحزب من خيوط في متفجرة بئر العبد قد يحيد إسرائيل المرة الأولى في تاريخ الصراع مع العدو الجديد تجول في دولة حزب الله في هذا التقرير الخاص للزميل رامي الأمين هذا الخراب نعم يشبه الخراب الذي خلفته حرب تموز من عام 2006 لكن هنا في موقف السيارات في بئر العبد حيث انفجرت عبوة ناسفة قبل أقل من شهر لا أثر لأي بصمات إسرائيلية بحسب التحقيقات التي توصل إليها حزب الله والأجهزة الأمنية اللبنانية مع عدى فرع المعلومات الذي لم يتعاون في هذه القضية تعترف مصادر في حزب الله بأن لا بصمات إسرائيلية على متفجرة بئر العبد لم تفعلها إسرائيل هذه المرة فمن هو الأخ الذي حفر حفرة لأخيه وهل وقع فيها من هو ما هي جنسيته أهو لبناني فلسطيني أو سوري إلى أي تنظيم أمني أو سياسي ينتمي وكيف يجرؤ كيف يجرؤ بمعزل عن الإسرائيليين على لعب لعبة الموت مع حزب الله لعبة الموت جعلت حزب الله يرفع استنفاره الأمني إلى درجات قصوى غير آبه باتهامات الخصوم له بأنه يقيم دولة ضمن الدولة ببساطة هذه لم تعد تهمة بالنسبة إلى الحزب عناصره هنا يتصرفون على هذا الأساس هنا دولة حزب الله ولا أحد هنا يخجل بذلك بالعكس تماما يتفاخر أبناء هذه الدولة بدولتهم ويعولون عليها في حمايتهم ويعطونها مطلق الصلاحيات لفعل ذلك هذه عينة سريعة من الحرب التي يتعرض لها حزب الله والتي بحسب مسؤوليه الأمنيين تبرر له إقامة ما يشبه الأمن الذاتي الواضح والعلني في الضحية الجنوبية تعيش الضحية في أجواء استنفار أمني واسع وشامل وصل إلى حد نشر الكلاب البوليسية في الشوارع لالتقاط روائح التفجيرات والمؤامرات التي تحاك في النهار وكذلك في الليل مع حلول الليل ترتفع نسبة الاستنفار لدى عناصر حزب الله وإجراءات الليل تختلف عن إجراءات النهار حزب الله خص قناة الجديد بهذه الجولة الليلية في الضحية الأمنية وقعت الضحية في لعنة الغريب تماما كما وقعت المناطق المسيحية أيام الحرب الأهلية اللبنانية كل غريب يدخل الضحية هو مكان شبهة حتى يثبت العكس ويحاول الحزب مع ذلك عدم الوقوع في العنصرية التي يعرف أنها قد تكلفه الكثير لكن ما الذي يدفع الحزب إلى تجرع مرارة هذا النوع من الإجراءات الأكثر مرارة وهو أن تتكرر متفجرة بئر العبد التي قد يكشف الحزب ومعه استخبارات الجيش قريبا عن منفذها فهل يكونون من الغرباء رامي لامين قناة الجديد اشتباكات في داخل الأراضي السورية قرب الحدود اللبنانية توقع قتل وجرح في صفوف عائلات نازحة والصليب الأحمر ينقلهم إلى مستشفيات البقاع بعد تضارب المعلومات بشأن غارة سورية على جرود بلدة عرسال وسقوط عدد من القتل والجرح تقاطعت معلومات أمنية لبنانية مع رواية المصابين عن أن اشتباكا وقع داخل الأراضي السورية ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة تسعة آخرين بينهم عدد من النساء والأطفال وقد تولت سيارات من نوع بيك أب نقلهم إلى بلدة عرسال حيث تسلمهم الصليب الأحمر ونقلهم إلى مستشفى يونيفرسل في رأس بعلبك ومستشفى الريان في بعلبك وأشرت المعلومات إلى أن مجموعة من النازحين تقدر بخمسة عشر شخصا كانوا في طريقهم إلى لبنان قادمين من حمص عند تعرضهم لإطلاق نار وبحسب رواية المصابين فأنه في لحظة مرورهم لم يكن هناك اشتباكات وأن المنطقة خاضعة لسيطرة المسلحين ما بالضبط ما نعرف نحن ماشيين طريق نحن نغير إطلاق نار بس منطقة ما فيها جيش ما فيها جيش سعود ما فيها جيش سعود ما فيها توجد إلى المسلحين والله بالضبط ما بعرف بالضبط ما بعرف وأكد المصابون أنهم ليسوا سوى عائلات نازحة هربا من القصف في حمص وأنهم حاولوا تغيير طريقهم لتجنب المسلحين مبدين تخوفهم من أنهم كانوا مستهدفين مباشرة أعلن الجيش اللبناني أنه أثناء قيام حاجز للجيش بمحاولة توقيف السيارة تقل عددا من المسلحين أقدم من بداخلها على إطلاق النار باتجاه عناصر الحاجز الذين ردوا على إطلاق النار بالمثل وقال بيان الجيش أنه بنتيجة إطلاق النار سقط ستة جرحة هم ثلاثة مسلحين وثلاثة مواطنين كانوا يمرون بالقرب من مكان الحادث ما لبث أن فارق اثنان منهم الحياة وقد جرى توقيف المسلحين وتبين أن اثنان منهم مطلوبين للعدالة معتصم وحسن ناديب لبنانيان يسقطان في سوريا مع المعارضة والأهل والعائلة يتقبلان التباريك في طرابلس هو اللبناني أبو معاذ معتصم الحسن ديب من منطقة المنكوبين بطرابلس ومعه شقيقه حسن ديب الذين يحملان الجنسية السويدية تقول المعلومات إن الشقيقين سقطا في سوريا خلال عملية عسكرية لمقاتلي المعارضة على حاجز للقوات السورية النظمية قلب قلعة الحصن في حمص وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن معتصم البالغ من العمر ثمانية عشر عاما فجر نفسه في سيارة مفخخة على الحاجز بينما قتل حسن واحد وعشرون عاما في الهجوم الذي تلت تفجير في المعلومات أيضا أن معتصم انتقل إلى سوريا حيث ذهب إلى قلعة الحصن في ريف حمص قبل ثمانية أشهر وانضم إليه حسن بعد نحو شهرين عائلة الحسن ديب وبحسب النعي الموزع في طرابلس وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تتقبل التبركات بشهادة ابنيها في سوريا بحسب النعي إشارة إلى أن الشبين كانا لا يزالان حتى العام الماضي مقيمين في السويد حيث كان حسن يتابع دروسه الجامعية بينما كان من المقرر أن يبدأ معتصم بذلك هذه السنة وقد تركا كل شيء وعداء إلى منطقة المنكوبين في طرابلس حيث يقيم والدهما وفي النعي ما يثبت بعض المعلومات المتداولة عن ارتباط عدد كبير من أفراد عائلة الحسن ومعتصم بالتنظيمات الإسلامية ففي عام 2007 قتل خال الشابين خلال معركة مخيم نهر البارد كما أن خالا آخر للشابين معتقل في ألمانيا لصلاته مع تنظيم القاعدة عقدت عائلة المقداد وأهالي بلدة مقني بعلباك اجتماعا توقفوا فيه عند قطية خطف ولدهم يوسف المقداد الذي اقتطف قبل ثلاثة أيام وأصدروا بيانا طالبوا فيه الأجهزة الأمنية كافة والجيش بالتدخل لكشف مصير ولدهم والإفراج عنه بأسرع وقت ممكن مؤكدين على أن بلدة مقني بلدة غير آمنة لفتين إلى أن أي مواطن من عرسال هو هدف لأهالي البلدة ما لم يطلق صراح يوسف المقداد حياة المخطوف فتحل الحيالي في خطر وسط غياب أي معلومة من خاطفيه عثرت القوى الأمنية على سيارة المخطوف فتحل الحيالي محترقة تماما على طريق فرعية تؤدي إلى طريق رياق ديرز النون من دون وجود أي أثر لحيالي في السيارة والسيارة من نوع مرسيد السوداء تحمل الرقم ثمانين ستين سبعين الحيالي كان قد خطف قبل 24 ساعة من أمام سنتر الحمرة بلازا في الكارك أنا أخة المخطوف فتح لنا حيالي مبيرح بالليل خيين خطف ومعنا علم من مبيرح لهلأ ما عارفين شي عنه أنا بس بدي ناشد الخاطفينه بدي أقوله أنه هو شاب كتير مني ما أجزي حدا ما مزعل حدا كل العالم بتحبه بيساعد العالم مين ما بديه يجي بيساعده بيشغله عنده أنا بس بدي أطلب منه بدي أترجعه هو وضع صحي ما بيشمح له لازم ياخد أدويات كتير مهمة عنده وضع صحي كتير خاص للدواء اسموا واحد منهم أفينت عشرة ملي جرام أفينت عشرة ملي جرام والتاني تريتاش خمسة ملي جرام تريتاش خمسة ملي جرام وأسبرين لازم ياخد هيدول الأدوية هيدول بناء على الطبيب لازم ياخدون ضروري ضروري ولا بيكون وضعه كتير خطر وأنا بترجعه ما تكونوا غلطانين بغير حدا هو كتير ما عنده شي ما مأزل حدا ما مزعل حدا إشارة إلى أن عائلة الحيال لم تتلقى حتى الساعة أي اتصال يحدد الجهة الخاطفة ومعلوم أن المخطوف من مواليد دلبت عام 62 نائب وزير الخارجي الأمريكي ويليام بيرنز يلتقي مسؤولين مصريين في مسعى أمريكي لترسيخ المصالحة السياسية والداخلية تجدد دعوتها مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي إلى مغادرة الميادين وزعيم تنظيم القاعدة يتايم الولايات المتحدة بتدبير عزل مرسي موفدا من بلاده وفي إطار زيارته المفاجئة للعاصمة المصرية القاهرة يواصل مساعد وزير الخارجي الأمريكي ويليام بيرنز جولاته على المسؤولين المصريين للبحث في الأزمة السياسية التي تراوح مكانها منذ عزل الرئيس محمد مرسي وذلك عقب تصريحات لوزير الخارجي الأمريكي جون كيري مؤيدة لعزل مرسي من قبل الجيش وللغاية التقى بيرنز الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور ووزير الخارجي نبيل فهمي الذي شدد أمامه وفق المتحدث باسم الخارجية المصرية على التزام الحكومة خريطة الطريق والعمل لتحقيق المصالح الوطنية بمشاركة القوى السياسية كافة من دون إقصاء أحد ما دام يلتزمون النهج السلمي ونبذى العنف والبعد عن أعمال التحريض فيما رفض بيرنز الإدلاء بأي تصريحات عقب اللقاء كذلك التقى بيرنز نائب رئيس الجمهورية محمد البنادعي ووفدا يمثل تحالف دعم الشرعية المناصر للرئيس المعزول مرسي وتأتي زيارة بيرنز للقاهرة مع تصاعد حتة التوتر في الشارع المصري مع توقع إقدام وزارة الداخلية على فض اعتصامين لمؤيدي مرسي في القاهرة تسببا في تعطيل الحركة في المدينة وتعميق الانقسامات هذا وكررت وزارة الداخلية المصرية دعوة مؤيدي مرسي إلى فض اعتصاماتهم وتجدد تعهدها بتوفير الحماية اللازمة لهم والدفاع عن حقوقهم وضمان قروجهم الآمن وعودتهم السالمة إلى بيوتهم وأعمالهم وتدرك الوزارة أن عددا كبيرا منهم يرغب في العودة إلى منزله لكنه يخشى من ملاحقات أمنية أو تهديدات من القائمين على تنظيم تلك التجمعات ونؤكد على تعهدنا بحمايتهم وضمان سلامتهم إلى ذلك اتهم زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الولايات المتحدة بتدبير إسقاط الرئيس المصري محمد مرسي فقد اجتمع الصليبيون والعلمانيون والجيش المتأمرك وفلول مبارك وثلة من المنتسبين للعمل الإسلامي مع المال الخليجي والتدبير الأمريكي على إسقاط حكومة محمد مرسي كما اتهم زعيم القاعدة الأقباط وبطرياركهم بالسعي لإسقاط مرسي من أجل إنشاء دولة قبطية في جنوب مصر أهلا بكم من جديد استغرب المكتب الإعلامي في وزارة المال ما ورد من معلومات غير دقيقة في مقال بعنوان لا رواتب لموظفي القطاع العام نشر في جريدة الأخبار اليوم وأكد المكتب الإعلامي اللا مشكلة في السيولة لدفع الرواتب في الوقت المحدد إنما المشكلة تكمن في حاجة الوزارة إلى تأمين اعتماد إضافي لكون موازنة بعض الوزارات بحسب القاعدة الاثنين عشرية لا تغطي المبالغ التي أضيفت من جراء غلاء المعيشة والتوظيف الإضافي وختم المكتب الإعلامي أن تخويف الناس في لقمة عيشهم وتصوير الدولة اللبنانية على أنها عاجزة لا يؤذيان وزير المال ولا الوزارة إنما الشعب الذي يعاني ظروفا صعبة وصورة الدولة التي تمر في مرحلة دقيقة وهي بحاجة إلى الحكمة لا إلى تصريحات غير مسؤولة تخدم مصالح سياسية ضيقة في صيدة عوارض سل تظهر على نازح سوري بعد وفاة طفلة نازحة أصيبت بعوارض مشابهة بعد الجرب والقمل جاء دور مرض السل ليضرب النازحين السوريين في ظل تقصير الدولة والجهات المعنية في ملفهم عيسى عيسى طفل سوري بالغ من العمر سنة وثلاثة أشهر وصل إلى مستشفى الراعي في منطقة سينيق جنوب مدينة صيدة وهو مصاب بعوارض مرض السل المعدي بعدما تم نقله من قبل الهيئة الطبية الدولية التابعة للأمم المتحدة من سهل سرد في منطقة الوزاني حيث يعمل والده بالزراعة بعد هروبهم من سوريا بانا أنه تقريب بانا أنه يعني بساعة لترو جينا هون عند الليون قالونا أنه الشغل أفر منه وقالونا هون على المشفى طالب أنه شافي ابني بس وما بدي شي غير عمل فحوصات وصور للعيلة لحتى نتأكد أكيد يعني أي حالة سعان وحرارة رحتى تبرسل لحتى يسبب العكس أول الشيء أكيد يجب أن يصير في علامنا الوزارة الصحة ويتحول على السنتر الخصائي لعلاج السر إشارة إلى أن طفلة فلسطينية نازحة من مخيم اليارموك في سوريا تدعى تالى محمد الدوخي توفيت في مخيم الكرامة للنازحين حيث تقيم مع أسرتها في خيام وقد أصيبت الطفلة الدوخي البالغة من العمر ثمانية أشهر بإسهال وتقيؤ وارتفاع في درجات الحرارة لازمتها لأيام قبل أن تنقل إلى مستشفى صيدة حيث فارقت الحياة مع اقتراب موسم الأعياد يتجدد هاجس الحوادث حوادث المفرقعات خصوصا في غياب الرقابة تحقيق للزميلة رونا حلبي لم يكن حادث النهار أول حوادث المفرقعات في لبنان وفي غياب الرقابة لن يكون الأخير مجد كان في السابعة من عمره حين توجه من دون علم والديه إلى الدكان ليبتعى إصبع ديناميت شوهت أصابعه اشترينا هالفرقعات وطلعنا على البرندة لقاطنا هالفرقع واجبنا الداحة ولعنيها وفقعت شو اسمها هي؟ شو اشتريت أنت؟ ديناميت اسمها هيك بالمحل ديناميت؟ ما بعرف بس هي أنه أصبع هيك كبير وأنت ولعت وضلاتك ماسكها بإيدك يعني؟ ما كنت أعرف شو بطاعم ما كده بتطلع أضوية بس طيب هلأ بعدك بتفرقع؟ إنه آي بس قليل بس بلا اللي بفرقع ما بنتبيه وبأعياد أنا بفرع ما بمناسبات إنه إذا شي حرزان وفي هذه المناسبات تعمد وزارة الداخلية إلى تعميم وجوب التقيض بالقوانين فيما يخص المفرقعات علما أن المفرقعات بحسب ما يؤكد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل يمنع استيرادها واستعمالها هل عم يصير فيه لقط كبير بين المفرقعات وبين الألعاب النارية المفرقعات اللي لحظة القانون من ثلاثين وأربعين سنة وهم أكتر هي الأشياء اللي بيستعملوها الأولاد عادة وبيولعوها وبيزدوها بالشوارع وبيزدوها على بعض أو على السيارات هيدا النوع اسمه المفرقعات في مشكلة على مستوى الاستيراد مين برائب الاستيراد في مشكلة على مستوى الترخيص بالبيع لأنه استوردتي في رخصة من المحافز لازم تطلع لكل مصنع أو مستودع أو مخزن حتى للألعاب النارية ثلاثة على مستوى البيع مخزن ببيع ألعاب نارية مين برائب لمين ببيع هيدا المخزن عم يصير فيه تهريب كتير عم تجي بضاعة مهربة مع بضاعة تانية بيحطوها مع بضاعة تانية مع أصناف تانية فيه ناس عندها ترخيص وكمان عم تهريب يعني ما وقفت على بس الناس اللي ما عندها ترخيص وفيه ناس بتجير الإجازات تعيتها لناس تانين ما عندهم محلات تخزين لإلها ولا موافقات لوزارة الداخلية أو قيادة الشاش على تخزين هالأصناف هذه إذا ما عملنا هالرقاب المتكاملة المنع واحده ما رح يكفي لأنه بلبنان منعنا كمان إطلاق النار ابتهاجا ما رح سمعنا إطلاق النار هاي في رايعة يعني من هاي في رايعة اللي بيعملون بالبيوت صنع بيت على الرغم مما أصاب أصابعه فمجد لا يرى ضيرا في إطلاق المفرقعات ولا في صنعها وكذلك أولاد كثر وراشدون أيضا يلهون بالمفرقعات في المناسبات والأعياد وفي غيرها في بلد تغيب فيه الرقابة بين المفرقعات النارية والقرارات الرسمية قاسم مشترك فكلاهما يضيع هباء منثورا من دون أي مفعيل حتى إن بعض اللبنانيين قد يطلقون المفرقعات تهاجا بقرار منعها حريق في مستودعات ليبانلي يأتي على الموقع بما فيه نشب حريق في مستودع للأعلاف تابع لشركة ليبانلي في طاليا بعلبك ما أدى إلى احتراقه بالكامل وإلى خسائر مادية فادحة في الأعلاف والمستودع وقد عملت عناصر الدفاع المدني على إخماد الحريق للحقول دون امتداده إلى المستودعات المجاورة التابعة للشركة الشيخ المعتدل حسن روحاني يتسلم رسميا مهمات رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحضور قادة أجانب والمرشد الأعلى علي خامنائي يؤكد أهمية تداول السلطة هذه إيران وهذا حفل تنصيب الرئيس الدولة التي حولوها إلى عدو في المنطقة تقدم اليوم نموذجا فريدا عن التناوب الديمقراطي المحرومة منه المنطقة حسن روحاني نصب رئيسا لإيران بحضور أحد عشر رئيس جمهورية ومفادين عن خمس وخمسين دولة متوجا انتخابات فازت بها المعارضة إيران انتخبت ونصبت وفي العالم العربي فإن الرئيس من عرشه إلى القبر أو الحكم الأبدي أو التوريث حتى أن الانتقال الهادئ للسلطة الذي مارسته كل من تونس ومصر وليبيا فقد تعثرت خطواته الديمقراطية لتكون إيران الفارسية أكثر الدول بين محيطها التي تجري فيها انتخابات وتشهد على تداول السلطة وتولى روحاني مهمه رسميا في مراسم تنصيب برعاية المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنائي الذي في مرسوم تنصيب روحاني الذي تلاه رئيس مكتبه قال إن اختيار رجل كفو خدم مؤسسات الجمهورية الإسلامية لثلاثة عقود إنما يوجه رسالة وفاء للنظام وثقة في رجال الدين وأضاف إن هذا التأييد سيتواصل طالما أنه يبقى وفيا لقيم النظام الإسلامي ومثوله العليا بعد ذلك سلم خامنائي مرسوم التنصيب إلى روحاني الذي قبل كتفه الأيسر في علامة وفاء له وطلب خامنائي في كلمة له خلال مراسم التنصيب جميع التيارات السياسية والشخصيات الفاعلة في إيران بمساعدة الحكومة لتتمكن من القيام بواجباتها إن تدول السلطة في النظام الإسلامي في إيران يتم بصفاء اعتمادا على حكيمية الشعب الدينية والعلاقة بين القيادة الإيرانية والشعب لا يحميها القانون فقط بل هي علاقة عاطفية ودينية إن أعداء إيران مستمرون في عدائهم من خلال الضغوط والعقوبات وعلى رغم من ذلك فإن الشعب الإيراني قوي ولا يستسلم لمواجهة التحديات بدوره تعهد روحاني في خطاب تنصيبه باتخاذ خطوات جديدة لصون عظمة إيران وضمان المصالح الوطنية ورفع العقوبات الظالمة المفروضة على البلاد بسبب برنامجها النووي إن البلاد بحاجة إلى تصميم وطني للابتعاد عن التطرف وتبني سياسات معتدلة ومطالب الشعب مشروعة ولكن من الصعب تحقيقها دفعة واحدة وجرى حفل التنصيب في حسنية الإمام الخميني في مجمع المرشد الأعلى بوسط طهران وسيقدم روحاني الأحد قائمة بأسماء المرشحين للحقائب الوزرية إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني للحصول على ثقة البرلماء بعد أداء مراسم اليمين الدستورية في البرلماء من نطفة مهربة من وراء قطباني العدو احتفلت فلسطين بولادة طفل مجد تقرير للزميل نزار حبش مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك 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 يا حياة قلبي مبروك هالفرحة فرحتنا فرحة ليديا ما بعدها فرحة فقد أنجبت مجد بعد تهريب الحيوانات المنوية من داخل معتقلات العدو هي دموع الاشتياق فالفرحة لم تكتمل زوجها الأسير عبد الكريم الرماوي محكوم بـ 25 عاما وراء القطبان كيف أنا مبسوط بوجود مجد جنبك كيف أنا مكهور أنه أبقوا مش معاي بطلت وحيدة أجاني أخو حسيت أنه فيه إش مل لكلبي يعني صارت هيك الحياة فيها أمل فيها تفاعل وهرب أسرى فلسطينيون داخل المعتقلات مئات العينات من نطفهم المنوية مركز رزان للعقم وأطفال لانبيب نجح في إنقاذ 65 عينة صالحة للزراعة كما أسهم في إنجاح حمل 15 زوجة سيلدنا في الأشهر القريبة المقبلة أحضروا في بكات شبس بكات شوكولاتة اليوم صاروا يفتحوا بس معهد بلكينا طريقة إذا خلصا بنهرب غير عنا ثلاث حالات إن شاء الله منتظر ولادتهم خلال الأسابيع القادمة أقل من شهر لسيدة من قلقيليا والأخرى إن شاء الله من جنين وإن شاء الله هذا يعني إن شاء الله تكون إشي مميز لأن زوجها مشمول بقائمة الأسرى اللي ممكن يفرج عليهم اللي قبل وصله السلاوي وفي حالة الثالثة إن شاء الله من أريحة ووفقا للمختصين يتم تنظيف العينة فور وصولها المركز ثم فحصها وتفريزها تمهيدا لعملية الإغصاب خلال نص ساعة نكون مفرزين العينة تقريبا نص ساعة وممكن تحتفظ فيها لمدة سنوات يعني خمس سنين عشر سنين فبتقعد العينة هذا فترة طويل إذا كانت العينة كويسة طبعا ويشار إلى أن العدو اكتشف مجموعة من عمليات تهريب النطف المنوية وأقام بمعاقبة الأسرى عن طريق العزل الانفرادي داخل الزنازين لفترة طويلة هي نطفة اعتصرت خلصة من روح المعاناة تنتظر أن تغدو طفلا فلسطينيا سيرسم يوما بأصابع من أمل تفاصيل خريطة وطن من فلسطين المحتلة نيزر حبش قناة الجديد كان في النشرة إسوائيل لم تفعلها فمن يجرؤ على لعبة الموت في الضاحية؟ أهو لبناني فلسطيني أو سوري لا قصف على عرسال وجرح الداخل السوري في مستشفيات البقاع ترابلس تشيع شقيقين أحدهما فجر نفسه في سوريا في الخاص بين المفرقعات والألعاب النارية ضاعت المراقبة مجد فلسطين يولد من نطفة أسير ومن مصر أمريكا مع السلطة والظواهرين مع الإخوان فقد اجتمع الصليبيون والعلمانيون على إسقاط حكومة محمد مرسي نشكر لكم حسن المتابعة ونعود ونلتقي بكم في نشرتنا الأخيرة لهذا اليوم عند الحاديات عشر والنصف فادمتم بأمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة